لكن خليني بس اقول لحضراتكم انه في مشاكل برضو خليني بره قبل ما ادخل جوه في تقرير طالع بيقول من اين ستحصل اوروبا على الوقود بعد 22 يوم من دلوقتي مش معنى 22 يوم هو التوقيت اللي لن تستقبل في اوروبا اي وسيلة محملة بالبترول او الوقود اللي جاي من روسيا اهو قدام حضراتكم بلومبرج اللي بتقول اهو من اين ستحصل اوروبا على الوقود بعد 22 يوم اهو قدام حضراتكم طبعا الاتحاد اوروبي بيستعد من دلوقتي انا كنت بكلم على امريكا والديون كلم على اليابان كلم على المانيا كلم على البنوك الامريكية دلوقتي بتكلم على الاتحاد الاوروبي اهو قاعدين بيستعد الاتحاد الاوروبي لمواجهة ازمة وقود في غضون اقل من شهر 22 يوم حين يبدأ سران الحضر على شحنات الوقود الديزل منقولة بحرا من روسيا اه طبعا الاتحاد اوروبي استورد 220 مليون برميل من الديزل من روسيا خلال العام الماضي وفقا لبيانات الشركات فورتسكا البريطانية المتخصصة في تتبع نقلات البترول طبعا البديل هيبقى صعب ومكلف والناس في اوروبا بيترقبوا في موسم الشتاء ماذا سيحدث اتذكر انه ايجاد بديل زي ما بيقولوا من الوقود الروسي عايز حوالي 14 الف حمام سباحة اولمبي مليء بالديزل انتو تخيلين رقم 14 الف حمام سباحة يتمالى بالديزل ده اللي يوفي احتياجات القرى الاوروبية ده مش حصل طبعا بلومبركي بتشير بتقول انه فيه تقدم في هذا الاطار وبنحاول نوفر بديل من خلال مصادر الطاقة المتجددة وبعض الاتفاقات وبيتابعوا انه كل دولة عليها ان يتطبر حلها بحلها في اوروبا